حلم واحد فقط بات يراود العديد من الموريتانيين وهو الثراء السريع فبعد الحديث عن وجود ذهب شد البعض الرحالة إلى منطقة التنقيب والبعض يعد العدة وآخرون يفكرون بالموضوع لكن أحدا من الحالمين لم يفكر في شكل بيئة التنقيب ولا في كيفية العيش هناك إلى أن يحصل على الذهب منطقة تازيازت وما حولها هي صحراء شاسعة تظهر على نسق واحد حيث ترى عينك مسيرة أيام وكأنها على مقربة منك ففي تلك المنطقة يتجلى خداع البصر في أبهى تجلياته ناهيك عن ندرة المياه وقلة مظاهر الحياة البيولوجية إلا من أفاع وعقارب وشجيرات متطايرة في بعض الأماكن تعرف محليا بأتيل أو عشبة تعرف بأمرقبة أما شكل السطح فهو سطح مستوى غطته الطبيعة بفتاة الحجارة في أغلب الأماكن وبسهول رملية صعبة المراس حتى على رباعيات الدفع عبرات الصحراء وتعرف بذراع تلك باختصار بيئة عيش الباحث عن الذهب هنا يأكلون ويشربون ويستريحون وينامون إن كان ولابد أشهر الوجبات هناك الكل يعرفها مارو ودلقان وفيما يتعلق بالفاست فود أو الوجبات السريعة فنبسكيت سرقلة وقرتة ستكونان لك بالمرصاد فهي المسعف عند الضرورة وإن وجدت بعض الحاجات فبأسعار أغلى من أسعار توصف أحيانا بالغالية شو الرماء أفيا باعهم بوش فصقية المئتين وقية الرماء لا رماء مالحق والبريقة هنا بقى خمسة ألاف بريقة الرماء الأقسمات والبيدون أخمسمية وقية سمع الأقسمات وكيل اللحم بقى هرث مية وهذا ما هر الثلاث التفكير في الحصول على الذهب يأتي بالنسبة للكيس بعد تعميق التفكير في السبيل إليه سبيل إن اجتازه عليه أن يكون محظورا ليحصد فسيفساء الذهب بعد عناء